في الرزق يقول السائل كيف يمكن الإيمان بما لا يمكن رؤيته أساسا كل تعاملاتنا نحن مع الأشياء التي لا نراها أنت تشتري السيارة هل رأيت صانع السيارة؟ هل رأيت العمال؟ هل رأيت المهندسين؟ هل رأيت المصنع؟ لا لكن تعرف أن هناك مصنع للسيارات وهذا المصنع يعمل فيه مهندسون وعمال مهرة وإلى آخره أنت تتعامل مع عقلك تتعامل مع عقول الناس فهل ترى عقولهم؟ وتتعامل مع ما تراه فيهم؟ قال أن معلما وقف معلم ملحد وقف في الصف وقال أيها الطلاب هل ترون هذا الحائط؟ قالوا نعم قال تؤمنون به؟ قالوا نعم قال ولما؟ قالوا لأننا نراه قال إذن الحائط موجود لأنكم ترونه قالوا نعم قال هل ترون هذا الباب؟ قالوا نعم هل تؤمنون به؟ قالوا نعم لماذا؟ لأننا نراه هل تروني أنا كمعلم؟ قالوا نعم هل تؤمنون بي بوجودي؟ قالوا نعم قالوا نعم لماذا؟ قالوا لأننا نراه قال لأننا نراه قالوا لأننا نراه أي شاء لا نراه أنت تتعامل مع الجاذبية والجاذبية لا يمكن أن ترى تتعامل مع المغناطيس والمغناطيس لا يرى تتعامل مع الناس ولا يمكن أن ترى أرواحهم تتعامل مع العواطف مع الحب مع البغض وربما يقودك الحب والبغض إلى أمور كثيرة لكنك لا ترى الحب لا ترى البغض أغلب الأمور التي نتعامل معها لا نراها وإذن لماذا تقول كيف يمكن أن نؤمن بما؟